يمكن لظاهرة النينو التي يتوقع أن تتطور في الأشهر المقبلة ممكن أن تعكر مزاج الكثيرين في العالم طبعا السبب ليس فقط لتغيير مواعيد الأمطار أو تغيرها وتغير درجات الحرارة ولكن هي تأثيرها على محصول القهوة تحديدا ولكلا النوعين من الحبوب الأرابيكا والربوستا بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست التأثير سيبدو واضح خاصة على مناطق العالم المسؤولة عن إنتاج كمية كبيرة من الإمدادات العالمية مثل البرازيل وفيتنام التي تنتج على سبيل المثال أكثر من نصف إمدادات الربوستا في العالم بالتالي كل هذه التغيرات ستنعكس على فنجان قهوتك الصباحية والمسائية فقد ينتهي الأمر بالمستهلكين إلى الدفع أسعار أعلى لمتابعة المزيد الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات